متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هنتكلم عن المونتاج بالذكاء الاصطناعي ننتقل بقى كده بشكل مختلف شوية من إنتاج السور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي ونروح للمونتاج بالذكاء الاصطناعي وأعتقد فيه قطاع كبير جداً على القناة مهتم بموضوع المونتاج بشكل عام فالنهاردة هنتكلم عن موقع وايسكات وايسكات.ai حطلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو هذا الموقع مميزاته إيه؟ مميزاته أنه هو بيعملك تعديل على الفيديو بالذكاء الاصطناعي من أهم الأشياء أنه هو بيحول الفيديو الطويل لهايلايتس يعني هايلايتس واللي اتكلمت عنها قبل كده في كنفا أنه هو بيركز على الحاجات المهمة في الفيديو أو اللي أنت عملت عليها سترس في الفيديو بطريقة كلامك هو بيقدر يعرف الكلام ده بالذكاء الاصطناعي حيباني الكلام ده دلوقتي مع بعض بالتجربة العملية لكن الأول متعرف على إمكانياته ممكن يعمل إيه؟ طبعا ممكن أنه هو يعمل شورتس في وان كليك الناس المهتمة بمحتوى الشورتس أو الفيديوهات القثيرة أيضا ممكن أنه هو يعمل الهايلايت اللي قلت لك عليه في بداية الفيديو الأوتو كابشنز والأوتو كابشنز وهو إمكانية وضع الكتابة التلقائية وهو بيدعم اللغة العربية هو مش بيدعم اللغة العربية بشكل يعني 100% ولكنه بيدعم اللغة العربية بشكل جيد بيتعرف على اللغة العربية في storyboard based video editing بيقدر أنه يعمل لك tweaks كده اللي هي النقلات بيعمل لك زي storyboard محاكبة صرية بالكلام وبالتالي بيبقى العرض بتاع الفيديو بيكون شيق طبعا استخدامه user friendly مفروش أي صعوبة جدا في الاستخدام أيضا بيشيل أي silences ودي حاجة ممتازة جدا بيشيل أي سكوت الناس اللي بتسجل عرفة نعمل تيجي تسجل بتقف وقفات معينة هو بيشلك ال silences أيضا ال smart background music ممكن يضف لك في الخلفية music background اللي حابب طبعا تعالوا كده مع بعض نعمل sign up for free ونستفيد من الخطة المجانية ونبتدي نحن نستغلها علشان نتعرف على موقع النهاردة موقع ويسكت يلا بينا نعمل sign up ونشوف الموقع بعد ما عملت sign up بيقول لي عندك خيارين الخيار الأول يام ترفعي الفيديو يام تحطي ال URL الخاص بالفيديو قبل ما نعمل الموضوع ده لازم نشوف الأول خطة المجانية بتتحلي إيه لأن ممكن تكون بتتحلي مدة فيديو معينة حجم فيديو معين فأبتدي أن أنا أوفر وقتي أن أنا أبص الأول على الخطة المجانية الموجودة في الموقع الخطة المجانية الموجودة في الموقع كالأتي أولاً أنت ليك 60 minutes per month يعني ليك ساعة في الشهر بشكل مجان ال SD اللي هو الماكسموم أعتقد الفيديوهات ب480 بكسل ال storage 4 gigabyte كل ده طبعاً في الشهر زي ما إحنا شايفين الماكسموم file size 60 minutes يعني لازم يكون الحجم بتاع الفايل ما يتعداش ال 60 minutes كمان no water mark هنا ممكن أنت بقى تستخدم البلان المجاني بعد معرفة الإمكانيات الموجودة فيها وده اللي يهمنا النهاردة لا عايز تعرف أكتر على بقية البلان زي برحته إحنا هنا مركزين على الخطة المجانية هنا علشان الوقت حبتدي أن أنا أحط URL خاص بالفيديو اللي أنا عايزة أتعامل معاه فبيبتدي يعملي processing للURL هنا هو رفع لي الفيديو بتاعي حبتدي أقوله create project حيبتدي بقى هو بشكل تلقائي كده بالذكاء الاصطناعي حيبتدي يتعامل مع الفيديو اللي أنا حطيته الURL بتاعه حنشوف كده حيعمل في الفيديو إيه بعد الprocessing ما يخلص حتلاقي نفسك انتقلت للشاشة دي خد لك بقى من حاجة مهمة جداً عايزة أقول هيلك الناس هتقولي هو فين ال project عشان يظهر عندك ال project بتروح للعلامة اللي فوق دي تدوس عليها بالمنظر ده وتروح لحاجة اسمها wise cut classic طبعاً احنا لسه بنجرب الموقع معكم فدي تركات كده صويرة لازم تكون عارفة على شان ما تلاقيش نفسك تقول لا ده هو ما عملش create لل project لا هو عمل create لل project وحتتحول لل wise cut classic للمود ده هتلاقي ال project بتاعك موجود بالمنظر ده ده ال project بتاعك هتبتدي تفتح ال project طبعاً هو مدته 37 ثانية زي ما قلت لك انا يعني فيديو كده عشان الوقت بيقولك ايه اللي عملوا على الفيديو أولاً في one seconds of silence removed shell second من silence removed دليل لان الفيديو ده اصلاً شورت انا رفعه وكنت شايلة منه silence removed بس هو shell لي one second حطيلي 59 lines of subtitles created حطيلي اللي هو الترجمة التلقائية على الفيديو اذاً هو كل ما انت حترفع فيديو هاترو يعني ايه فيديو هاترو لسه انت ما عملش عليها منتاج الفيديو انا عمل عليه منتاج كل ما عترفع فيديو يعني روه خالص لسه انت مسجله هتلاقي بقى كل الفيتشارز الموجودة واللي اتكلمت عنها والمميزات اللي اتكلمت عنها في البداية حيبتدي البرنامج يعمل هيلك بعد كده روحت بقى علشان اعمل edit على البروجيكت دست edit project عشان اعمل edit على البروجيكت نفسه لما عملت edit على البروجيكت نفسه هيظهر عندي البروجيكت بالمنظر ده هنا ده السابتايتلز موجودة عندي بالمنظر ده كده انتروح تقدر تعمل edit على السابتايتل مثلا متصلح هنا اهلا بكم وتبتدي تصلح السابتايتلز طبعا هو في السابتايتلز بالعربي انا متأكدة ان هو مش هيبقى يعني حتى بنسبة ستتين سبعين في المية ممتاز مواقع دي لحد ما لسه في اللغة العربية بالذكاء الاصطناعي مش جيد قوي ولكن انت تقدر انت تعدل مثلا هنا باللغة العربية خلاص خلصت التعديل هبتدي ادوس علامة الصح هنا هتبتدي تشغل زي ما احنا شايفين كده هتبتدي تشغل الفيديو عشان تشوف السابتايتلز اللي موجودة على الفيديو وتبتدي تصلح زي ما انت شايفي اخطاء باللغة العربية روح صلح تاني يعني لو انت عايز وهكذا لحد ما تزبط السابتايتلز اللي على الفيديو نفسه ولو اني شايفة يعني ان اليوتيوب لو انت ترفع اليوتيوب هو مقدم موضوع السابتايتل زود بشكل مجاني ينفوش اي مشكلة لو انت عايز فيه ثلاث نقاط دول لو انت عايز هنا تعمل تشينج ليه السين فوليوم عايز ترفع الفوليوم تخليه هاي هنا الميوزيك فوليوم لو فيه ميوزيك والصوت الاصلي وتعمل سيف تعالوا كده هنا ده شوية ادت تولز فيه انابل سين سبلتنج ممكن تعمل ترام للسين نفسه يعني تبتدي ان انت تشيل حاجة من السين انت مش عايزها فتعمل ترام للسين نفسه فاذا التلات نقاط دول تقدر تعمل ادت على السين او على المشهد ودي حاجة كويسة جدا انه هو بيمكنك ان انت تقدر تعمل ادت على السين خلاص انا عملت التعديل اللي انا عايزاه هبتدي اروح للبروجيكت مرة تانية اروح هنا اعمل بريفيو اند اكسبورت ادوس على بريفيو اند اكسبورت دي ارندر بس تتأكد ان انت هنا من كل السيتنج انها مظبوطة وقامل رندر ناو ابتدي رندر الفيديو بتاعك هيبتدي يترندر ومش هياخد وقت كبير هو هيديك نوتيفكيشن على الايميل بتاعك يقولك ان الفيديو بتاعك ترندر وجاهز لعملية التحميل ده الفيديو بتاعي وحبتدي ان انا اوف عليه وابتدي اعمله داون لود لكن نصيحة بصراحة انا شايفة في الكتابة هو مش جيد جدا لو انت حترفع في بعض الاحيان لما باجي ارندر فيديو ابو السلاقي عطاني زي مربعات 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 ما يفضلش ان انت تستخدمه في مرحلة السبتايتلز خاص يعني ممكن احسن ان انت تشيل كل السبتايتلز وتسيب السبتايتلز بتاعت التطبيق اللي انت رافع عليه هي ده اللي تم استخدامها هو فايدته في ازالة الاجزاء الصمتة في تصبيت الفوليوم في حتة معينة الحاجات دي كلها رفع الفيديو تاني الفيديو ده طويل شوية علشان اشوف ممكن واي سكوت يعمل ايه؟ معلش فينا قالت هتلاقوها سريعة شوية انا وفرت عليكم الوقت بتاع رفع الفيديو والكلام ده كله علشان نشوف في الاخر خلص البروسس شكلها عامل ازاي؟ زي ما احنا شايفين فيديو طويل زي ده في حوالي 117 seconds of silence removed حوالي 117 ثانية يعني 117 ثانية انت بتتكلم في قرب الدقيقتين اتشيلوا من الفيديو 25 jump cuts created jump cuts في بعض الاحيان بيتلاقي في حتة القطع دي اللي هي تلاقي شخص تنقل من حاجة لحاجة كده بشكل معين هو ده jump cut lines of subtitles created حوالي 764 subtitles على الرغم ان هو بيدعم اللغة العربية مش كل مرة هتلاقي subtitle بيطلع لك مضبوط يعني لما باجي ساعة عامل رندر ابص تلاقي عبارة عن ربعات وانا ورتها لك من شوية الaudio enhanced وهو جودة الaudio with professional editing techniques حطيلك كده techniques معينة تزبط لك الaudio وتعالوا نعمل edit project ونبص عليه بشكل اكتر هنا طبعا هو ولد لي الكتابة رجعنا قلنا موضوع stop titles دي بصراحة انا مش بهتم بيها في الوايس كات مش فيها professional بصراحة لكن الprofessional في ايه الprofessional في الفيديو نفسه تقدر انك انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم متابعين جميعا على خناتكم اليوم موقع جديد ايه الفيديو اكيد بعد ما يتعملوا export حجمه حيقل وحبتدي في الاخر خالص بعد بقى ما راجع كل حاجة واشوف الصوت وازبط الصوت لو انا عايزة بالطريقة اللي قلتلكم عليها بتروح للتلات نقاط دول يا اما تريم سين تقطع حاجة يا اما تعمل تشينج للسين فوليوم وتلعب في الفوليوم وهكذا دي حتة برحتك لو حسنت ان في حتة في الفيديو الصوت بتاعها مش عالي تقدر انك انت تعليه حتة عالية عايز تقلل شوية الصوت تقدر ان انت تقلله وفي الاخر خالص بتطيع تعمل export للفيديو بتاعك هنا بيقولك انت استهلكت 0.2 جيجا بايت من 4 جيجا بايت اتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة من موقع وايز اتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة موقع وايز كات الموقع اللي بيستخدم في عمل منتاج بالذكاء الاصطناعي على الفيديوهات هو افيض اكتر للشورتس من وجهة نظري والناس اللي بتسجل فيديوهات الجودة بتاعتها ضعيفة الناس اللي بتقف كتير وهي بتسجل حيفيدها الموضوع ده بشكل كبير جدا زي بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساش لايك والشير والكممنت دومتوم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته